اهلا بيكو اهلا بكل النجحين والناجح يرفع ايده وان شاء الله حتى لو موفقش ان شاء الله السنة الجاية او في الملحق يحقق مراده وينجح ان شاء الله ويلطحك بالجامعة او المعهد الذي يحب الحقيقة السيد الاستاذ السيد عبدالله عطى رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي المشرف على اعمال مكتب التنسيق بيشرفنا النهاردة ولول عزيزة اخد رأيك في الاغنية اقول ايها جميلة بتفكرنا ان ايها بكونا في سنوان عامة والغلية دي اعتقد الناس هتبقى فاكرها مدى الحقيقة انت بتحبها؟ بحبها جدا يعني دي بتكرر كل سنة بتكرر كل سنة وبحس ان انا لسه بطالب في سنوان عامة تا بس انت المسؤول عنها كله بس الاغنية بتديني احساس جميلة يعني وبعدين انا اما يكون الطالب فرحان بالاخص بالنسبة للطالب في السنوان العامة اما طالب يكون فرحان انا بكون اسعد منه كمان لان انا بحس ان انا بحسول على الولادة كلها معا الصورة متاخدة غلط ان انت راجل ضد المجميع وضد المش عارف ايه و ايه ضد المجميع يعني احنا هنتكلم اللي لادي لو احنا قولنا الكلام ده اللي لادي النصيح اللي يقولها صح محدش هيغلق يعني انا اسألك سؤال يعني كيفة او الطريقة النبوزاجية ماشي لاستيفاء بطاقة الرغبات انا اعمل ايه كاولد الطف انت عارف ولد الطالب والطالب وبخاله وعمه كله قدام الورقة يعملوا ايه يعني احنا النهاردة بدأنا المرحلة الاولى من يوم الخميس لحد عندي يوم الاثنين جاي ان شاء الله دي المرحلة الاولى من الخميس اللي هي بدأت النهاردة بدأت النهاردة لعندي يوم الخميس لعندي يوم الاثنين جاي لساعة سبع مساء كل ده على الموقع كل ده الكتروني احنا ما فيش عندنا ورق خالص كله الكتروني وما فيش اي اتصال مباشر ولا في اي اتصال مباشر الطالب يخش على موقع التنسيق وبيخش برقم الجلوس وبرقم السري بيخش يسجل رغبات بس هو دايما يعني ملازم احنا برضو يكون حازمين شوية في الامور يعني الطالب بيزعل مثلا بعد إعلان نتيجة التنسيق قول لي لأصلا نتيجة الكلية والفنامية كانت هاش بيزعل مني طبعا اي أنا ما فيش في ايدي حاجة لأنه هو الطالب تنازع عن الكلية دي فطالب تاني دخل كتابها بمعنى إن الكلية اللي انت هتسبها ممكن التاني كتابها التاني كتابها دخلها فظفر بيها تمام فهنا الندم بتاعك لان يوفيت تمام وإحنا مش مسؤولين وإحنا مش مسؤولين فطالب يجي يجي زعلان مننا أنا ما قادرش عمله حقا أنا بقى زعلان بس عمله ايه يعني احنا عندنا هارضة ولو يكن 27 كليه تهندازة الطالب يجي عند الرغبة مثلا 20 وميكتبش السبعة لا من حق الطالب يكتب 27 يكتب 27 كليه وإنت بتنصحه يكتب 27 يكتب 27 يكتب سبعة عشر ميسيبش كله يعني لو واحد عايزة أخش طب ميسيبش كله طب ميسيبش عندنا 25 كل الطب يكتبهم كلهم طيب ولو كزا الهندسة وكزا الهندسة طب السنين صيدالة كل كلية يكتبها يكتبها ميسيبش حاجة بس الطالب مش غرمان حاجة الطالب مش غرمان حاجة البطاقة تكسع؟ البطاقة خمسة سعبين رغبة طيب ما شاء الله اه طب استوفي بقى طبك استوفي هندستك كل حاجة هو الطالب يجي ايه بيتغرب المجموعة يقول لها ان المجموعة بتاعها هيدخلني الجامعة اللي انا فيها وترى تربع جامعات حوالي ايه اللي خلينا اروح بايد انت ابن عاد تذكر طلستانة بتاع بين واهلك شقينين معاك اركز في كتابة الرغبات وفي تدخل منك حاجة ايه يعني النهاردة لو انا ناوي على طب اكتب كل الطب كل كلية الطب ناوي على اسنان اكتب كل الاسنان نوع على الصيدال اكتب كل الصيدال هندسة كذلك كذا يعني كل الان هندسة عاوز تبدأ بحاسبات معلمات تبدأ هندسة تبدأ براح تخلص بس بس تبسي كلية في التخصص ده في التخصص ده في بعد الاحين الطالب يجي اكتب كلية الهندسة يجي في النص عند الرغبة 15 كلية تانية خلاص كده هيخش في المجموع كتجري تانية خالص اه تاني خالص فانت حاوز تخش تدخل قطاع الهندسة عندنا كم كلية هندسة 27 كلية وعندنا كم كلية طب عندنا 25 كلية طب وعندنا كم كلية طب عندنا 15 اسنين كويس سيدالة سيدالة 19 كويس يعني انت بتنصح كل طالب يكتب الرغبات احنا نارضة الخميسة اوكا تكتب الرغبات لو انت ناوي على طب اكتب كل كلية الطب 25 كلية ما تسيبش كلية اه لو انت طلب على هندسة خد كل كلية الهندسة ما انت قلتلي كلمة في بداية الحلقة بيزعلوا مني بيزعلوا مني لانا مش هادر عمله حاجة انا النهاردة الطالب النهاردة الطالب هيكتب الرغبات في خلال الخمس فيام دولي ايه انت نسيت كلية اكتبها تردت في كلية اكتبها لا استناني بس يعني انا ممكن مخش تاني اكتب عدل رغباتك براحتك خلص في خلال الفترة من النهاردة اللي عندي يوم لاثنين ده فترة زمنية متاح من النهاردة اللي عندي يوم لاثنين الساعة سبع مساء عدل براحتك لو كل ساعة هتوش هتعدل براحتك ديشت كلية اكتبها غيرت رأيك حصل تشور في الأسرة عاوز تغير رابع معينة عاوز تكتب رابع معينة يعني انا لو هكتب الطب اكتبهم كلهم تحت بعض ولا ممكن اجي بعد كده اكتب بقية الطب لا تكتب لازم تكتب كل كلية مدام انت ناوي كله الطب لازم تكتب كل كلية وراء بعض وراء بعض عشان ما يفوتك شوح هو الطالب لو جيك عند رابع خمستاشر ودخل بأي خطوعة تاني خلاص كده يبقى انسى اللي تحت خلاص بش هتجيله عشان كده اه احنا الكلام ده والله يا حمد بي يعني لو طالبة سمع النصيح دي بجدية ما حد دي قلت غلطة ولا يحصل المشكلة يبقى رقم واحد بصوا في بطاقة الرغبات كويس حدد الفيلد او القطاع اللي انت عايزه تمام اكتب كل الكليات ما لكش دعو بالمسافات ما لكش دعو بالمسافات ولا بالتوزيع الجغرافي لا التوزيع الجغرافي ده مطلوب لا انت عندك انت انت اللي هتتعامل معها انا اللي هتتعامل معها بس انت لازم اكتب كل حاجة هتكتب كل حاجة ده هو طبعا الموقع بيخلي الطالب الاول يكتب الكلية اللي هي واقعة في الحافظات ومجموعة به المحافظات الجمعات المدورة مجموعة جيم اكتب كل كليات بقى تبدأ بالشام تبدأ باللي انت عاوز تبدأه ده متحلي عظيم يعني المسالة واضحة على البطاقة واضحة جدا وبعدين احنا الموقع ما يخليش حد يغلق اجمل حاجة دلوقتي انت بتقول لي المسافة الزمنية مفتوحة من الخميس اللي يوم لتنين يعني حتى انا لو ما كملتش اروح اكمل لو انا ناقصني حاجة ممكن ماضحة ممكن تعدل حتى انت لو كتبت رباطت وعاوز تعدلها تانا عدلها الموقع يفتح لك تاني يعني انت بتقول للشباب حتى اللي سجلوا النهاردة لو سمحت لو انت عايز الطب اكتب كل الطب لو عايز الهندسة اكتب كل الهندسة وخش وعد ومن حقك تعدل لحد اخر وقت لعند الساعة سبعة مساء يوم لتنين عظيم جدا جدا السؤال التاني المهم هل السنة دي الحد الادن للقبول سوف يختلف عن العام الماضي والاعام الماضية نتيجة انخفاض نسب المجميع والسؤال السؤال هل بالفعل موضوع انخفاض نسب المجميع صحيح ام لا هو ده واضح قوي بتسبب انخفاض المجميع لحد ما في الشرحة الادبية في العلوم الادبية في الادبي في شعبة الادبي لحد ما فيه انخفاض المجميع بما يقرب مثلا واحد في المية ومس في المية ده أصل نص في المية عندنا نص درجة بتفرق معنا في الترشيح يعني إحنا لو عندنا فيه دايما في المجامع العالية فيه طلبة تبقى مشتركين في الدرجة الواحدة ومشتركين فيها فإحنا في بعض الأحيان في الاشتراك في المجموع ده برضو ده بيعمل إلى حد ما إحنا برضو دايما بنيجي في صالح الطالب يعني لو حصل اشتراك في المجموع بنجبر الطلب لو عشر طلاب اشتركوا في ذات المجموع بتعمل ايه؟ بنجبرهم يعني يعني لو كله وقف على طالب لو كله وقف على طالب لا وفيه عشر لو كله عاوز خمس ومائة ورقم خمس ومائة ده مشترك مع عشر طلبة بنخلي كله خمس ومائة وعشر احنا دايما في صالح الطالب يعني إذن الطالب حتى لو فوق الحد الأقصى طالما محقق الرقم هيخش تماما محقق العدد يعني الوقت يوم ما كانوا محتاجين خمس ومائة جينا في الرقم أخير في الخمس ومائة ده المجموع بتاعهم اتشارك مع عشر يخشوا العشر سماما في حاجة تانية بس احنا الطلبة النهاردة استلم مشاهداتهم المدارس في خنا كده تحت في الشهادة فهي حاجة اسمها اسمي الرقم السري الرقم السري ده اسمه سري يعني حايت الطالب يحافظ عليه قوي ما يدوش لحد يتاني خالص لأن الرقم السري ده هو هو مفتاح المرور على الموقع هو الطالب حافظ على الرقم السري الرقم السري ده زي رقم الفيزا بالظب زي رقم الفيزا بالظب محدش ياخده خالص أنت الرقم السري ده اسم الرقم السري ما تدوش لحد لأن الرقم السري ده اللي بيدخل على الموقع حتى على حب يعدي الرغبات هو اللي بيخوش يعدي الرغبات ورقم السري هو رقم بالوز أحسن حدي ياخد الرقم بس يا كده فإحنا برضو من خلال نخلال حضرتك بنرصح الطلب أولاً أو أهم حاجة اكتب رغباتك صح حفظ على رقم السري وبعدين ما تضغطش يعني برضو نصح الأولياء الأمور يعني تشاور مع ابنك وانصحه بس ما تخليش يعني ما تفرضش رأيك عليه في الاختيار يعني انت انصح ابنك قوله الكلية دي مزيدها كلا وكلية دي مزيدها كذا بس ما تضغطش عليه يعني ما تفرضش رأيك عليه في الاختيار لان دي بتقابلني أزمة كتيرة بعد على النتائج الطالب يجي يقول لي طالب يقول لي اختنا دخلت الكلية غزبا عنه عاوز يحول الكلية تانية يقول له يا ابنك خلاص انت نزلت على الكلية طالب تانية دخلها وطالب بقى بيخش الكلية غزبا عنهم مش غزبا عنه لان حصل عليها فرض من الأسرات يعني انت بتنصح أولياء الأمور يعني اهدم عبنك يتحاور ونشوف الأصلح بس المهم ان الشاب يقتنح وهو لو مصمم على الكلية أنا رأييه يسيبه يقتنح لو مصمم على الكلية الطالب لو مصمم على الكلية سيبه يختارها لانها تفوق فيها ويبقى مش شرط القلق الناس برضو لسه عندها يعني 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 مثلا يعني يعني تعرف الناس طمحان تطمح في الطب تطمح في الهائسنان في الصيدلة في الهندسة في الإعلام في السلساء والاقتصاد شيء طبيعي تمام للألسون تمام تمام تفوق مش تفوق في كلية بعينها أو مسمى بعينه التفوق انه انا ادخل في كلية بقى متفوق فيها جميل واطلع واطلع متميز فيها وادى لأي فرصة عمل فيها بعد كده يعني من المشاكل اللي بيتقابلك بعد كده ان الطالب يجي قولك انا انضغط علي انا مكنتش عايز يخش الكلية ديت لانه هو لما تخلى عن هذا الكرسي دخل عليه واحد تاني هو الزعل بيجي منين عشان كده اه هو لما مسجلش كل رغبات الطب وهو عايز يخش طب تمام ولقى مجموعه كان ينفع في الوادي الجديد مثلا او ينفع في اسوان وما كتبوش ما يلومش الا نفس ما يلومش الا نفس ليه في واحد تاني خده 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 خلاص وعدان كل كلية لها عدد من الاماكن من الكريسة انا ما اقدر ستزود العدد ده يبقى احنا بنرفع كسافة في الكلية انت بترفع الكسافة في حالة واحدة فقط احنا قلنا عليه البنجبر بنجبر بنجبر بخاطر التسعة عشان الواحد عشان الواحد مزبوط كده تمام كده بالظامر نروح بقى الموضوع انت قلت لي في الادبي اللي اتخفضت النسبة بما يعد النص الواحد ايو جنسبة مهمة ده بتفرق معنا كتير في ايه بقى بتفرق معنا يعني احنا لو حتى المجاميع زادت نص درجة او درجة وده ظهرة شوية الى حد منها في العلم العلم وعلم الرياضة ده بتفرق كتير معنا بالنسبة الادبي احنا السنة اللي فاتت طبعا كان في حد احنا كنا بقى دين السنة اللي فاتت بحوالي المرحلة الاولى 65 وشوية السنة اللي فاتت كان ب65 وكسور وكسور النهاردة 64 ونص ده فين خفاة فين خفاة يسوي كم بقى طلبة بيترجم كم طلبة لا ده بيترجم ألفات ترجم ألفات ألفات أهو يعني معنى ذلك انت المرحلة الاولى بدأ بدأ 64 ونص ادبي توقع سيادتك للمرحلة التانية ادبي هو اللي بيحصل ايه ان احنا بعد ما بنقفل المرحلة الاولى وبنعلن نتائجها بنعلن نتائج المرحلة المعالي لذير في مؤتمر الصحفي بيعلن نتائج المرحلة الاولى وبيبدأ في اعلان بداية المرحلة التانية طبعا احنا ما بقدرش نحدد المرحلة التانية الا بعد ما نخلص المرحلة الاولى يعني بقياص للمرحلة الأولى أكيد فيه توقعات لأول وقت بص حمد بيه طول ما المرحلة شغالة ما حد شدر أتوقع أي حاجة لأن إحنا عندنا طبعا فيه تغيرات في الطلبة يعني مثلا فيه اتجاهات معينة كل سنة كده تلاقي إيه فيه موضع في كلية معينة إيه موضع السنة دي إيه هو اللي أنا شايفه هيبقى فيه الاتجاهات كتير أو الحاسبات ومعلومات الحاسبات والمعلومات يعني أنت شايف أن دي المرشحة للتصدر دي مرشحة للتصدر في الشابة في شابة رياضة لأنه فعلا فيه طلبة كتيري بيه أنا بعرف إزاي في طلبة كتيري بيك تسأل عندنا مثلا تقابلنا وتسأل والكلام دو فإحنا برضو دي مرشحة وكل سنة مثلا يعني أنا كان زمان فيه حاجة عاملة تريند كده يعني الحاسبات هتعمل تريند في الرياضة فكان عندنا مثلا من حوالي خمسة سنين كان كلية الزراعة لو تفتكتها تقديد خمسين في المائل من 3-4 سنين ارتفع السنة دي توقعتك برضو هتزيد الزراعة يعني إذن في الرياضة التريند يكون على الحاسبات في العلوم في العلوم هو طبعا كليات طب وصادلة طب أسنان والعلاج الطبيعي دوت هو ده العلاج الطبيعي له دور كبير له دور كبير جدا كويس جدا وفي الشعب الأدبية طبعا هو المتابع لإقتصاد العلم السياسية والإعلام والألسن وبعدين بيبدأوا كلية التجارة وكلية التربية وهكذا ده المتقل ده المتقلات الخبرية في السنة اللي عادت يعني والسنة دي برضو نفس الشوف هو طبعا بيبقى نفس بس الحاسبات انت شايف النهر الحاسبات انت شايف الاتجاه الصاعد يعني صاعد نروح للكليات الطب هل كليات الطب ده توقع فيها انخفاض عن السنة اللي فاتت في الحدود الدنيا والله عندي الوقت ما حد شدر يحكم بالخفاض أو الارتفاع بس يعني فيه الى حد ما شوية في المجموع في الشريحة دي الى حد ما فيه ارتفاع شوية بس ما حد شدر يحدد برضو يعني ارتفاع معنى ايه ما ارتفاع في المجميع فيه شرحة معينة احنا بالحال النتجة ما بيجلنا من التربية التعليم بنعملها حاجة اسماتي حليل تكراري قال ايه؟ التحرير بيقول في الحدى ديت ان فيه ارتفاع شوية يعني رغم ان كفاض نسبة العمل للنجحين الارتفاع في المجميع عالي في الشريحة اللي فوق مش شريحة اللي فوق لان لو الف طالب مشترك في درجة او خمسون طالب بيشركهم درجة بيغيرهم معنا في النتيجة في النتيجة فاحنا طبعا ده كله توقعات ما حسنا ديقول الحاجة خلاص احنا عند يوم لاتنين الساعة سبعة ما حدش تنبأ بيه اي حد ادنى لأيه كلية لان ممكن الاتجاه يطلع في كلية تانية خالص حضراتك زي ما حضراتك اتفقنا يعني فاحنا ما نقدرش الكلف اي حدود جونية الوقت خالص طيب نروح بها ليه طب انت اقتدار 64.5 أدبي كام رياضة وكم علوم؟ علوم 89.02 9.02 من 10 اه بالنسبة لرياضة 83.17 بالمئة 83.17 تحديد 83.82 وهنا 82 على السن هنا النسب النجاح أعلى ولا نسب لا لا انا بكلم على على شريح المجموع انا ما باجي احسب دايما بعمل حسابي انه ما حصلش عندي استنفاذ رغبات انا السؤال انت حددت هنا 82 او 38.02 من 10 وهنا 84 او 64 على اساس ايه على اساس انا اطلب له خمسة سعبين رغبات كواز باجا انا ناحية فنية عشان ما حصلش استنفاذ لو انا نزلت بالمجموع قوي الطلبة كل الطلبة هتكتب كل الكليات ويحصل عندها استنفاذ رغبات لانه مرتبطين باماكن في الكليات بس جميل اذا انت ساتك شايف ان في 75 رغبة كاملة 75 رغبة كاملة انت بتنصح بالدقة في الامر اصلي بص يا حمدي بيه يعني هو الطالب طول السنة انا بامره على ما عمل التنسيق مثلا هو انتوا ليه خلوتوها 75 مش ميت رغبة مثلا ما اصلي يعني احنا 75 وطلبة بتجي في الاخر تستغطر بيهم يعني انا انا مش هنغرم حاجة لو خلوناهم مية بس انا عشان الطالب يركز في كتابة رغباته اصب بعد الحيان الطالب يجي عن رغبة 70 ويبدأ عن رغبة 50 ويبدأ تاني يكتب اي وكل اي طب استألك سؤال هو من حقه يكتب مثلا عشر الرغبات بس لا لازم 75 لا استناني بقى اه قبله 75 اذا كنت انا الطب كله على بعض و25 عايز اخش طب افضل الطب عندي 25 اه سيدالة 19 طب اتنين 15 ماشي معايا وبعدين اكمل علاج طبيعي واتكمل علاج الطب الطبيعي وهذا اكتب طب ببطر هتكتب علوم بقى الطالب يكتبه فانا لازم الطالب يكتب خمس سبيان رغبة ما انا بعمل بعمل حسابي على هذا العدد اه يعني انت هنا برضو طب انا ما كتبتش الخمس سبيانين كتبت خمس وعشرين طلباتي لا كمبوتر مش هيقبل منك لا كمبوتر مش هيقبل منك على طول كده يعني اللي موزك مش هيقبل مش هيقبل لازم اكتب لازم 75 اصوات كمبوتر مش هيسمحلك بقل من كده الخمس سبعين رغبة دولت انا معايا ورقة بالاسماء بتاعت هو الطالب الطالب مجرد ما بخشته على الموقع اللي احنا عندنا بيرشد طالب تجاهه مصبو الطالب مش هيغلط لو الطالب استحالة يغلط طب وبعدين في حاجة بس برضو حب اقولها بمناسبة بمناسبة الكلام ده طبعا الطالب حتى لو بتحريف اكتب رغبة الجماعة لو في اسئلة من اي مشاهد احنا تحت امرهم ويكتبوا التليفونات على اساس ان دي يعني فرصة ان يعني الرجل الدكتور اسئله السيد عبدالله عطى يعني المشرب اللي عمله تنسيق معانا ودي فرصة عظيمة جدا عشان اللي عنده هواجس اللي عنده مخاوف اللي عنده قلق معين اللي عنده رؤية معينة اللي مش قادر يستفسر ده يبقى شيء عظيم جدا 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 تفضل افن يعني برضو حتى لو الطالب مش عارف اكتب رغباته او ما عندوش كمبتر شخص في البيت اولا الموقع المفتح 24 ساعة قويس او الطالب اللي مش عارف اكتب رغباته المعات كلها تبقى مفتوحة للطالبة كويس او يعني انا طالب مش عارف اكتب رغباته انا يعني مثلا انا هاعد في البيت مع عائلتي هاكتب رغباته في فارقة بيضة واروح المعمل المعمل ده مجهز فيه اجهزة وفيه مرشدين بساعدوا الطالب في كتاب رغباته هاكتب رغباته في عرب جامعة قدامه في عرب جامعة في محيطة وهيسمحوله ومجانة ومجانة ومسموح ومسموح طبعا كويس جدا مسموح وفيه مرشدين لي ولو عندك امرش كلا بيساعدوا فيه كويس او يعني الدولة مش مؤثرها مع الطالبه عشان كمان ياخد حقه كامل ياخد حقه كامل ويبقى راضي ويبقى راضي وميغلاطش وميزعلش من من الأستاذ ساي وميزعلش مني اه انا مش حكيات زعل انا بص لا بقصود ان ان انت رمزية لا انا بكلم يعني ميزعلش من الوزارة وميزعل مني لي انا بفاجئ ان الطالب ييجي اقول لي اه سينا ما كتشبك كلفة دي يعني وتيجي الاب معا يقول لي طيب الوات غلط عمله في ايه دي كلمة وانا بيبقى زعلان بس انا ما عنديش هزال برضه طلع ابن حدي تاني ودخل هذا الطالب يبقى احنا ظلم برضه التوزيع الجغرافي قائم التوزيع الجغرافي قائم قائم يعني التوزيع الجغرافي بمعنى الحمد بي انا نهار ده من اسكندرية لازم اكتب لازم اكتب جامعة اسكندرية يعني هبدأ بهندس هبدأ هندس اسكندرية بعد كده ده منطقة آلف منطقة بيه عندي عندي جامعة البحيرة وعندي جامعة كافر الشيخ دي منطقة بيه الكباري برضه ده القارق منطقة جيه مكتب بقى كل يال اكتب زي ما انت عاوزت طيب ناخد الأستاذة حسناء من المنوفية اهلا بيك يا حسناء اتفضلي حسناء ايوة فنم حضرتك اتفضلي اتفضلي بعد إذن حضرتك في جامعات بتقول ان هي بتاخد بالمجموع الاعتباري احنا مش فاهمين ولادنا ايه المجموع الاعتباري اللي هيدخلوا بي الجامعة اشكرك شكرا جزيلا ايه الموضوع المجموع الاعتباري مجموع الاعتباري ده في الجامعات الأهلية الأربعة الملك سلمان الجلالة العالمين المنصورة الجديدة الملك سلمان والجلالة والعالمين والمنصورة الجديدة وهما دول مجتخلين في التنسيق على مكتب التنسيق دول تقديم منهم تقديم لهم وباشر آه يعني الملك سلمان والجلالة والعالمين والمنصورة الجامعات الأهلية الأربعة دولي لهم مجموع اعتباري بياخدون بنسبة مثلا حوالي 30% من الامتحان بيتعمل و70% من دولة السنوات العامة ده اسمه المجموع الاعتباري احنا في مكتب التنسيق دول مشتابعك دول مشتابعي أنا ده اللي هم تقديم مباشر على طول مباشر اوما المكتب التنسيق بناخد بالمجموع الطالب في السنوات العامة الاربع جماعات دول اللي هم لهم طريقة معينة لهم طريقة معينة ده المجموع الاعتبار 30% امتحان اونلاين و70% للسنوات العامة تمام كده ودول خارج نطاق هل في جماعات تالية خارج نطاقك؟ طبعا الجماعات الخاصة هتقديم مباشر ده مش بتاعتك لا الجماعات الخاصة هتقديم مباشر الجماعات الخاصة هتقديم مباشر وبعدين الجماعات الخاصة برضو وجماعات الاهلية لسه متحددش الحد الأدنى للتقدم بيتحدد امتا؟ في اجتماع المجلس الأعلى للجماعات الخاصة والاهلية بيحط حد أدنى للقطاعات مثل القطاع الطب كذا الاسنان كذا سيدالة كذا هندسة كذا اعلام كذا لسه متحددش استرشاداً بكم؟ استرشاداً ولا بناءاً على نتائجكم؟ بعد علامة نتيجة المرحلة الأولى بمعالي الوزير بيعمل اتماع للمجلس الأعلى لجماعات الخاصة والولية وفضوء النتائج ده بتاع مكتب التنسيق بيقدروا يحددوا الشريحة المعينة لكل قطاع من القطاعات الجماعات الخاصة في بعض الملاحظات يجب أن نقف عن ده يعني مثلاً باللحظة من طب المنصورة مثلاً بتاخد أرقام أو بتاخد حد أبناء مربما أكتر من شمس القاهرة هل ده معنى دلالة في تفسير لهذا؟ دلالة كسافة الطلبة كسافة الطلبة كسافة الطلبة عندك مطقة الدلتة كلها كسافة السكنية عالية يعني كسافة السكنية في مطقة الدلتة عموماً عالية يعني ليس لتفرد الكلية ولكن للكسافة أو الرش عليها كسافة الطلبة عالية جداً فالطلبة كلها ما يكون كسافة عالية بتعمل ضغط على الكلية المعينة وبالتالي بترفع عشان خاطر الكلية الكلية لها عدد محدد من الكاريسي فهي كده بالضبط ومش يتفاعل حد الأدنى مرتبط بحاجة معينة بكلية معينة هو كسافة الطلبة والإقبال على الكلية عظيم ناخد الأستاذ محمد من الجيزة أهلا بك يا أستاذ محمد اتفضل اتفضل اهلا بك اتفضل سعد كل عام ونتم بخير الأول يا رب كده ربنا يسعد أيامنا جميعا يا رب تحت أمرك سيادتك بس يعني عايز أوضح كده كم نقطة صغيرين فضل أولا أنا وليه أمري فإيه ابني لسه يا دوبك ناجح سنويا عاما ان شاء الله السنة دي كويس كنت عايز أوجه بس سؤال لسيادته عن الأقسام الجديدة والحاجات الجديدة اللي ظهرت النهاردة زي النانو والتكنولوجي والحاجات دي كلها وإيه فرصة يعني عايز رأي حضرته في التوجه بتاع الطالب نفسه نساعده إزاي عشان خطر يختار صح أوكي أشكرك شكرا جزيلا هو بيتكلم عن الأقسام الجديدة النانو مش النانو وما إلى ذلك وموقعها من إعراب من كل الكلات التقليدية طبعا هو بيتكلم في نقطة مهمة جدا أنت حضرتك بيتكلم بيتكلم اللي كنت حاسبات ومعلمات وزكاة صناعة الحاسبات هتبقى ترند والزكاة الاصطناعية ما هو ده دخل فيهم الكلام ده كله لأن طبعا إحنا برضو في حاجة إحنا ببرشح طالب لكلية ببرشح الأقسام يعني أنا النهاردة أنا ببرشح طالب لكلية أداب بس بس الأقسام بتاعته هو الأقسام داخلية بيعملوا برضو مجموع اعتباري في الكلية جوه جوه وأحيانا بيعملوا مسمى شروط قبول أو شاء لا هو بيعمل يه بيجمع مثلا الطالب عادي تخصص ملغة إنجليزية في كلية أداب بيجي يجمع درجة اللغة دي الدرجة سنوية العامة يعمل حاجة مجموع وبعدين بيرت بالطلبة برضو بيخد الأعلى مجموعة ده سيستم داخلي ده سيستم داخلي مش بتاع بس أنا برشح طالب لأداب أنت خلاص وصلت لأداب جوه أداب بقى جوه أداب بيرشح بردو لفي لواقع داخلية لواقع داخلية وفقا للأقسام نفسها عظيم فأنت هترشحه للحاسبات هو بقى ياخد الزكاة الاصطناعي نانو وما إلى ذلك كل الأقسام دي موجودة في كلها هو بيقول لك رشدنا واضح إن الرجل حيران زي والله العظيم لو سمعي الكلام ده مش هيبقى حيران خور لا السؤال يعني لوقتي هو الرجل العم محمد ده وليه أمر واضح إنه فرحان بابن يا ربنا يخليه ولو باركلي فيه يا رب عظيم يتناقشوا في ايه يقول له ايه بص هو أولا من النهاردة أنت ما تسعجلش في كتابة رغباتك أنت قدامك لعندي يوم لتنين خلاص خد نفسك يعني خد نفسك خالص بالفرض كتابت رغباتك النهاردة وعايز تصلح بكرا تعالى صلح بكرا تعالى بكرا تاني صلح محدش قالك حاجة وبعدين الناس متوتر إليه أولا مكتب التنسيق أبو ظلمش حد لأن مكتب التنسيق ما بيشوفش شيء هو المجموع الأساس عندي لا بيشوف لا بنت ولا ولد مظهور لا بنت ولا ولد ولا جنسية ولا جنسية ولا بيانا ده حيادي أنا معرفش اللي مجموع رقم مجموع وترتب رعبات ماشي فده الأساس عندي الناس ما تقلقاش غالص وبعدين الناس بقلقنا ليه أنا أقول لك أنا أكمل طب خل أحمد كمان يقول لك قلقنا ليه تفضل يا أحمد أستاذ أحمد تفضل أهلا بيك تفضل يا فن والله أنا عندي بس حاجة حاجة فاعة مرارك في صراحة أه وقماني نفتين جدا ألف سلام عليك تفضل موضوع اختبار القدرات أيوة صوت واضح فن معنا حدث أه واضح أه تقصد اختبار القدرات جوة الجامعات وجوة الكليات جوة الكليات دلوقتي أنا عايزة فرحها ليه الإصرار كل سنة أن اختبار القدرات يتعامل قبل إعلان النتيجة بتاع السنوية العامة دلوقتي ثلاث تربع السلبة اللي داخلت اختبار القدرات وحتى اللي نجحوا فيه مجموعة هم ما أهلهمش الكوليت بس أنتنون جميلة لكوليت إعلام الكليات اللي فيها اختبار قدرات فبليه الاسراء ان دايما بتبع اختبار الخدرات قابل لأعلان نتيجة هس كولئه امور ان هو الموضوع مجرد تبوبة اشكرك شكرا جزيلا نسيس احمد انت كنت بتقول الناس متضايقة وقلقنا القلقنا من ايه انت بتقولهم متعلاني من ايه احنا بتكلم على اختبار الخدرات وكان بتكلم على اختبارات الخدرات طبعا اختبارات الخدرات بيبدأها بعد امتحانات السنوية العامة مباشرة قابل عن النتيجة وقابل عن النتيجة ليه واحنا لا احنا تنتها ممتدة لعند النهاردة مستمرة لحد النهاردة يعني احنا ما دينا قدرات لعند النهاردة يعني دينا اسبوع بعد انها تجد سنوية العامة لان انا النهاردة كان مكتب تنسيق انا ما اقدرش النهاردة النتيجة تعلن نتيجة تعلن يوم السبت واستنى عشرين يوم عشان يخلص قدرات ما القدرات دي بتاخد فترة يعني هل وليه امر النهاردة انت تقصد ان القدرات لازمة ومصاحبة للمجموع عشان أوديك إعلام لأنه فيه اختبار القدرات أو فرون جميلة يعني أقصد ده شيء لزوم الشيء وبعدين هو إحنا بالنسبة للقدرات بنعمل إيه؟ ما بناخدس مجموع اعتباري للطالب الطالب لائق غير لائق يعني الطالب يخش مثلا دخل اختبار الإعلام أنا بنجي لنا اللتيجة لائق غير لائق بنجي نعمل توسيع للطالب تقديم أو فرون طالب جايب 100% ومش نجع قدرات إعلام مش يخشها لازم يكون نجع قدرات إعلام أوه يعني أنت بتجاوب على أحمد الكلام مهم أوي اختبار القدرات لازم وشيء لزوم الشيء عشان ابنك يخش في نون الجميلة لازم يكون لائق في الاختبار عشان يخش إعلام لازم يكون لائق في الاختبار وبالتالي لازم تعمل الاختبار في وقت مناسب ومصاحب أنا ما قدرش أعمله بعد التنسيق ما ينفعش هتعطل نتيجة كلها؟ يعني هرشح لكلية إعلام كم طالب لا أوه بعدين أنا أفترض دلوقتي أنت واحد غير لائق طلعت نتيجة غير لائق طب أعمل فيه طب أعمل فيه إيه؟ إحنا والله العظيم يعني السبوبة السبوبة يا فاندر هو الكلام كله كلام كله المبلغ 450 جنيه ما هوش يعني مش مبلغ يعني ما حدش بياخد منه فلوس يعني أولا وزارة التعليم اللي يعني بتاخدش منها جنيه رحلوا كلية رحلوا كلية نهاردة كلية زي كلية زي كلية بتفنين جميلة الطالب يتطلب محاجات معينة بتطلب أدوات رسمة أدوات حاجات معينة أبس يعني يعني تعرف 450 جنيه في فترة دي برضو بارك إحنا النهاردة برضو ما نقدرش نأخر اختبار القدرات أكتر من كده أنا النهاردة برضو في حاجة تانية أنا بعد ما خلص المرحلة الأولى والتانية ببدأ شهادات معادلة عربية وأجنبية وبتعاملها متحاني القدرات عندي شهادات فنية عندي شهادات معادلة عربية وأجنبية عندي مدارس نيل عندي مدارس سيستيم عندي كذا حاجة التنسيق ده ما راح له كتير أنا اليوم بيفرق معايا أنا النهاردة عشان أعطل أعطل النهاردة خلي وليه أمره النهاردة نتيجة طرعت يوم السابته وقولنا مكتب التنسيق يبدأ بعد ثلاث أسابيع مين هيتحمل للنهاردة الكلام دوت ما حد يستطر تحمله كل واحدة عوزة طمعا على ابنه عزيزة أم سامح من الأليوبية تفضلي أم سامح أيوة اتفضلي أمام ليش السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي لو سمعت حضرتك أنا عندي أنا عندي بنتبني سنوية عامة تكملي تفضلي روحنا عملنا القدرات بتاعة كلية عين شمس كويس كملي اللي هي كلية تمريد يعني وبعدين فدلوقتي هي دلوقتي مجموعها مش جايب احنا هنعمل ايه دلوقتي معلش حضرتك فدني بس طيب تفضلي طيب يعني هي مش لائقة بس جايبة قصدي هي لائقة بس جايبة مجموعة ولسه لسه التنسيق نتيجة تظهرت حسنا تعرف انها مجموحة يوديها اللي مش هو وديها لا بتقول هالست طبعا مستعجلة شوية لا لحد الادنى تعرف ولا اختبار القدرات اعلن مزبوط انت ماذا طيب يعني لسه بدري لسه بدري يعني هي عرفة الوقتي ان الكلية دي مش هي تاخد مجموحة لسه خلاص لتنسيق أصلا بدلها تنسيق هلللسى أول يوم نهارضا يعني نقول له مسامح تهدى شوية تهدى شوية خاض لحد يوم الاثنين او بعد يوم الاثنين لحد ما نعلن نتيجة النتيجة هتعلن انت لا رسا ما تحددش احنا مبنية في اليوم الاثنين بتاخد فترة فارز العباط دي بتاخد بيننا وقت وبعد كده وهنعل وبعد كده بناءنا نطول مؤتمر صحفي ايو الناس تطمن ايو سوز عمر اتفضل يا استاذ عمر اتفضل يا اخوي اهلا بيك اتفضل يا اخوي اهلا بيك شاكر فضل اتفضل شاكر فضلك شاكر فضلك اتفضل انا عندي امنية ان انا نفسي اقابل للدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزازي او الاستاذ محمد فكري بجامعة الزازي عندي مشكلة كبيرة جدا عظيم انت رغبتك على هوا وهم طبعا سامعين دلوقتي وان شاء الله يحددولك معاك كل الشكر لسعادتك وربنا يبديك الصحة وان شاء الله اتقابلهم وتحل هذه المشكلة اه الطلاب حقيرون بسبب انخفاض مستوى المجميع اه وعندهم امال ان طالما انقفضت منسوب المجميع تنقفض منسوب الكليات هل ده صحيح يعني ده حكي على فكرة موجود اصلا هو حضرتك احنا لنقدر نحدد اللي بحدد الحد الأبنى اتطالب نفسك اللي بحدد الحد ساعتك متابع المجميع في السنوية عاملة ازاي اه ايه ملاحظاتك الملاحظات الاولية للمجميع قريبة من السنة اللي فاتت اه قريبة من السنة اللي فات فاحنا احنا من ناس نسأل انا لي اصلا ممكن ممكن الاتجاهات تتغير يعني الطلبة احنا منقدرش نقوله من هضة الطب هياخد كام ولا الصيدر هتاخد كام ولا هندسة هتاخد كام ولا الحسابات هتاخد كام ولا ما حاجة نتنبأ بأي حاجة طول ما المرحلة التمسيق وامتدى احنا منقدرش نفلز رغبات لانا ماقدرش نفلز رغبات الا بعد ما نفل الموقع عشان اقدر نفلز رغبات الطالب محدش نقدر تنبأ minimal بأي حد قدقي طول الى كلية المرحلة الاولى اجمالي 117 ألف من ثلاثة شعب 117 ألف هتستوعب 117 ألف إن لست عامدنا مرحلة تانية يعني 117 ألف المكان موجود موجودين ان شاء الله كل الطب توقعتك تبقى الحدود الدنيا لأ الحدود الدنيا السنفات كانت كم؟ الحدود الدنيا سنفاتت 97 97 تقدرات خبرتك ما تقدرش تقول حاجة يعني ممكن بس حضرتك الحمدي فيه طلبة مثلا خاصة البنات البنات لها اتجاهات معينة البنات مثلا تفضل كنات معينة يعني تفضل أسنان سوف يفضل صيدالة البنات أو يفضل صيدالة طبعا ده يعني من اللي أنا بشوفه يعني والله ده برضه هم لهم حرية اختيارهم يعني خوش خوش فإحنا ما نقدرش نحدد للتجاه ريح فيهم وليقول الكلام ده أي واحد يتنبأ أي حد أدنى الوقت معلش أيهم محل من العرب خالص مرحلة أولى 917 آه في 3 شعب علم علوم وعلم رياضة وآدب طيب والمرحلة التانية؟ إحنا المرحلة التانية مجرد مبنع لأن نتيجة المرحلة الأولى في المؤتمر الصحفي بنقول الحد الأدنى للمرحلة التانية وعدد اللي يدخلوا في المرحلة التانية في المرحلة التانية إحنا نتكلم لو أنت بصفة عموم برضه عشان خاتر برضه أنا لازم برضه أشير برضه عندنا أولادنا بتعوش شادات المعادلة العربية والأجنبية دول بيسوأت دي نعم بيسوأت دي دول كلهم بيحاولوا 17-18 ألف طول 17-18 دول برضه عشان خاتر ينصحهم أنت بتحتفظ لهم بنسبة؟ بنسبةهم قد إيه يعني 5% 5% شادات المعادلة العربية وال5% الأجنبية يعني هنا كده 10% أي يعني مثلا لو في كلية طب فيها مطمقعد أنت في عشرة مجنبهم تمام 5% للعربي و5% للأجنبية يعني برضه عاوز أتكلم في حاجة بالنسبة لطلاب شادات المعادلة العربية والأجنبية عشان برضه ننطمنهم أن احنا هنفتح لهم برضه مرحلة بتاعتهم مرحلة منفصلة خلص شادات المعادلة العربية والأجنبية في آخر الشهر وهنعلن عنها فدول وهنعملهم برضه متحانات قدرات بالنسبة للشهادات المعاصيح يعني احنا بسهلين على الطالب خلص احنا بنسبة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية عندنا مكتب التنسير تقسي اللي في عين شمس وبنفتح فرع في سكدرية لوجه بحري وبنفتح فرع في أسيوت لوجه إبلي احنا الوزارة بتحاول تمهد كل السبل الراحل لولادة الطالبة برضه عشان برضه الشهادات الفنية برضه دولهم حق أعلينا عشان نطمن الناس كلها بالنسبة للشهادات الفنية برضه بعد نتيجة الدور التاني بالنسبة للدور ده بنفتح لهم مرحلة تنسيق وده عددهم كبير مش قلي وبنعمل لهم مرحلة قدرات فده ده كلها مسارات للطلبة يعني برضه احنا الوقت بقت قيل في سنوات العامة عشان برضه دميع الشهادات التانية ما تقلقش كل واحد مكانه محفوظ وحقه موجود إن شاء الله عظيم تساتك بتقول إن الموقع بيشتغل 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة في أول يوم اللي هو النهاردة كم طالب تقدم يعني العدد وانا داخل للستيديو حول 18 ألف كم؟ 18 ألف طالب في الساعات الوليلة دي؟ يعني العدد ما انا داخل قبل ما يواجهش للستيديو معك كان حولا 18 ألف طالب دخلوا على الموقع تنسيس سجله 18 ألف 18 ألف طالب وبعدين هو المشكلة برضه لسه أول يوم فمع لما طالب برضه يبدأوا يفكروا كده فالطلب بيزداد في الفترة الجاية موضوع الاغتراب وتقليل الاغتراب إيه غصته؟ موضوع التأليل الاغتراب يعني إحنا عندنا بعد المرحلة التانية في علانة تكتر مرحلة التانية بلعنا عن مرحلة اسمها مرحلة تأليل الاغتراب تأليل الاغتراب بعد المرحلة التانية؟ بعد أن تكتر مرحلة التانية مش الأولى؟ لا بناخد الطلبة بنعمل مرحلة الاتنين الأولى والتانية تقليل الاختراب عندنا تحول تحول مناظر وتحول غير مناظر تقليل الاختراب مش تعديل ترشيح الطالب عشان الطالب يفهم انه مش تعديل ترشيحه تاني يعني انا بقربه للمحافظاته يعني احنا بيجي نعمليه طالب راح مثلا طالب راح اعلام بني سويف وعاوز ييجي مثلا القاهرة وبرضو طالب اللي بني سويف بي القاهرة عاوز ينجحناك فاحنا منخد العشرة في المئة على مجموعة المجموعة عندنا الأساس بتاخدوا إيه العشرة في المية الأعلى مجموعة العشرة في المية الأعلى مجموعة بمعنى يعني مثلاً لو في مئة طالب يعني المقدمين تحويل على إعلام القاهرة آه يعني لو في مئة طالب من الأقاليم عايزين يحولوا على إعلام القاهرة لا هما من القاهرة لأنه مش من الأقاليم هيجي القاهرة لا ما أصدش هما قبلوا قبلوا في الأقاليم هما مسكن القاهرة وهم مسكن رقم وعاوز يجي القاهرة 100 طالب مقدمين على إعلامة أخذ 10 بس الأعلى مجموعة عند قرار مجلس أعلى الجامعية 10 الأعلى مجموعة المجموعة هو الأساس في كل حال من ضمن الرغبات العودة أو تقليل الاغتراف أنت طالب 100 طالب قدمين على كلية العودة بأخذ 10 العشرة في المية الأعلى بحق له 100 الرغبات الأعلى مجموعة في تحويل غير مناطر بمعنى طالب مثلا راح المنصورة وهو من القاهرة راح طب المنصورة راح طب المنصورة وعاوز يحول مثلا وهو من القاهرة وعاوز يحول تحويل غير مناظر لكلية علوم القاهرة أو كلية علوم القاهرة من حقه طالما قال في المنصورة طالما قال ومرتبطة برضو بعدد الأماكن برضو إحنا بناخد بالعشرة يعني حتى لو قال برضو مرتبط بعدد الأماكن كلية اللي هاتغش تعبائي وهاخد العشرة إحنا مش حكايت الناس فهمة إن إحنا فصحت الطالب برضو موطح الطالب معنى ايه الكلية اللي قوتها للاستعبائها خمسومة طالب بقى تارشة ودراس وهموط طالب لو احنا عملها كده بقى احنا ضد الطالب طيب هاستأذنك ومنقول كل التهاني لفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوق علام تم المد لسيادته لعام في موقعه مفتيا لجمهورية مصر العربية بقرار من سيد رئيس الجمهورية الف مبروك للدكتور شوقي ودايما وابدا في خدمة الوطن وخدمة الدين ودائما وابدا يقف على صغور الوطن مدافعا عن حدوده ومصالحه الوطنية دكتور شوقي علام العلامة الكبير هو مفتي الدولة ودائما وابدا يقف عند فقه الدولة وصاحب دائما وابدا معارك شديدة البأس والضراوة امام فقه الجماعات هو مؤسس فقه الدولة الوطنية ويقف على صغور الدولة الوطنية ودائما وابدا في مواجهة الذين يغتالون هذه الحدود حدود الله وحدود الوطن كل امنيات ضد توفيق لمولانا الدكتور شوقي علام ودائما وابدا الى الامام ونوجه شكر للقيادة السياسية التي يعني قررت ان تجعل هذا الرجل في هذا الموقع لفترة مقبلة جديرة ان يكون فيها حماية للوطن وحماية لصغور الدين وصغور الوطن كل الشكر للسيد الرئيس وكل التهناء للدكتور شوقي علام واعود مع ضيفي وضيفكم الاستاذ الكبير السيد عبدالله عطى المشرف على عمل التنصيق وكنت وكنت عايز اسألك سؤال عن نصيب المرحلة التانية من قليلات القمة بس بعد اذنك اخذ الاستاذة ألفت برضو عشان نطمن المشاهدين استاذة ألفت تفضلي استاذة ألفت انا سنوية عامة علمية علوم تمام كويس انا دلوقتي المجموع بتاعي مقارنة بالسنة اللي فاتت او تنسيقه كده لا انت جبتي كامل اول جبتي كامل انا جايبة تسعة وثمانين ونص تسعة وثمانين ونص فانت قارنتيها بالسنة اللي فاتت او ايبقى فانا رغبتي الطب بشري تمام ام وعايز اعرف هو الاستاذ قال ان احنا نكتب كل كليات الطب طب انا مجموعي مقارنة بالسنة اللي فاتت نص جايبها هل اكتبها برضو ولا سنة اللي فاتت يعني هي عملت ايه هي جايبة جايبة تسعة وثمانين ونص فبصت على الطب السنة اللي فاتت لحدود الدنيا للطب مش جايبة وهي نفسها تخش الطب بتكتب برضو احنا احنا طمين يا تيك ما تكتب هو الرقبات دي بتدفع لها فلوس لا ما قصودش يعني اقصود ما تكتب الرقبات بس البنت عقلانية ومنطقة اه لما بصيت على حدود الدنيا لكليات الطب السنة اللي فاتت ما جيبش طب لكن انا نفسي في الطب اكتب الرقبات برضو والله ده حاجة ترجع لها لا انت تنصحها هي لا طبعا يعني برضو عشان برضو يعني هي بعيد شوية هي بعيد تسعة وثمانين ونص ده بعيد ماشي لكن ما فيش منع تكتب الرقبات تكتب الرقبات انا ما قدرش احنا بوصل عندي حضرتك الوقت اللي بقول لها بيقيد بس ما تتبعدش اي حاجة طب ما تكتب الرقبات مش هتقص هتقرم ايه عندها خمسة شعبين الرقبات لو كاتب تقوله كله الطب وكله كلهات الاسنان وكلهات كله الصيدالة وكلهات علامة طبيع وكله كلهات البطر برضو خمسة شعبين الرقبات يعني هي غرمانة ايه في كتابة الرقبات مش فاهم يعني يعني هو كتابة الرقبات دي كلها مجهنن يعني هو سألك سؤالها هو لسه السياق بتاع ان انا قش كلية علوم واجب سنة تانية واجب مش عارف درجة عليا فاتحول لطب ده قائم مفيش كلام مش موجود يعني انت بتنصح ألفت انها تقتل يعني عند خلاله سعب الرقبة حمدي بي ما تكتب ما تكتب كله ما تكتب كل الرقبات اكتب يا ألفت ما تكتب يا بينك اكتب كل رقباتك حبيب طب هقولكو حاجة ما تبصوش للسنة اللي فاتت خلينا في السنة دي ما كل يعني ما هو في حاجات ما تغطي تغير يعني ممكن يبقى الرش مش في الطب يعني ممكن يبقى الاتجاه في سكة تانية خالص ما هو ممكن بالاتجاه يبقى في سكة الحاسبات والنانو والزكاء الصناعي ومالكلام ده كله فبالتالي ده بيتيح فرص للطب وبالتالي الحدود الدنيا للطب قد تنقفض ما حدش تنقفض طبعا احنا بص يا حمدي بي انا النهاردة وانا معاك هو ولا حد يقدر تنبأ بحد بزبط يعني انا اصدوه بس انا انا الطالب هو الطالب انا غرمين ايه احنا في الاول من الاول احنا عندنين يقول ايه يا حبيبي اكتب رغباتك اكتب كل رغباتك انت هتغرم يا تكتب ما تكتب كل خمس عشرين طب عندك خمس عشر اسنان سع عشر سيدالة ماشي يا أولفت واضح كده اكتب يا أولفت كل الطب وكل الكلام ده كله واسيبك بس من المقارنات دي وان شاء الله تبقى خير هو بس بيقوله ايه يعني الفكرة ايما ايه من هستهلك الرغبات لا بدون مصل لرغبات الحقيقة لا مش هستهلك الرغبات مش هستهلك الرغبات عزيب هل في فرص في كليات القمة في المرحلة التانية تقدلاتك انا اصدو بص يا حمد بي احنا لسه برضو موضوع انا ضد مبدأ حاجة اسمها كلية القمة فيش حاجة اسمها كلية قمة لا فيه لا ده مصطلح مصطلح عفعليه الزمن يعني عفعليه الزمن اه يعني انا القمة بنسبالي القمة بنسبالي كلية اللي ادخلها وتفوق فيها ده كلام انا بحقول لحذرك عن حاجة ده كلام انا لو ابني انا لو ابني انا اسيبه يختار براحة مش هنا مش يختار قص القمة القمة الناس لسه يعني ايه متعودة على المصطلحات القديمة ما تغير هو النهاردة الطالب الطالب بهيكتب لو ههخصب بالله لو طالب كانت دخل الكلية اللي هو وعاوزها لتفوق فيها هيبقى احسن دقيق يبدا الد Steel بالنسبة لي يا لو قمه بالنسبة لي اساس هاني تفضل يا اساس هاني مجموعه 600 formed 700 فكنت عايزة العرب بالزبط امتى التنسيق بتاعهم وموضوع عن نسبة المرنة ايه بصدر اوكي شكرا جزيل ايه المدارس دي دي مدارس اسمها مدارس المتفوقين دي اللي برضو لهم مرحلة التنسيق لواحدهم دي لسه اصدحنا يعني بالنسبة في نتائج مرتبطة على النتائج يعني بمعنى ايه انا المدارس شهادات المعادة العربية والاجنبي مرتبطة بتنسيق المرحلة الاولى والتانية وكذلك بالنسبة للمدارس السم برضو مرتبطين باعلان نتيج المرحلة قولوا عن تere Eltern لهم نسبة من عدد التراس والاماك المتفوقين دا لهم نسبة تأتي دا لهم نسبة مرنة نسبة مرنة نسبة مرنة لأنهم متفوقين وبالنسبة للمدارس نسبة مرنة برضو احنا عندنا شهادات المعادة العربية نسبة مرنة ما تقلش عن 5% الاجنبيه 5% النسبة مرنة دا نسبة وتناسبة من عدد طلب المئبولين والنيل برضو نسبة مرنة كل ده فاحنا لسه بالنسبة لولاد دولي بعد المرحلة الثانية احنا بنحدد كل الشهادات دي احنا بسؤولها عن تنسيقهم مفيش اي طالب في اي شهادة ايا كانت الا هياخد حقهم يعني انا برضو عايزك تطميني اوستاذ هاني ابنك معمول حسابه وكل ده هتم دوليك يعني تواليا كده كل مرحلة بتقول طب امو محمد اتفضلي امو محمد السلام عليكم اتفضلي يا ستكول اتفضلي لو سمحت كان ابني قسم السنة قسم السنة وجايب 86% والمفروض يخش السنة دي اللي امتحان ما دخلهوش فانا عايزة اعرف هيخش السنة جايه ان شاء الله فاكنت عايزة اعرف المجموع اللي هيجيبه هيضف على 86% ولا نظامه ايه يعني جاب اقل من 86% لا براحة بس 86% دول بتوع ايه علم علوم نص المادات اللي هو خد امتحانها يعني هو يعني ده المجموع في المواد اللي امتحانها النص يعني وهيخش النص السنة الجاية ايه طيب شكورك شكرا جزيلا الوقت اللي حالي المجموع بتاعها هو اللي بنتبط عليه المجموع يعني بالفرض ايه طالب طالب معجل مادتين في الدور التاني اه وجاب مثلا جاب خمسة وصدرات في الماية اه ودور تاني اه وجاب مجموعه وبترشح ووفقا للحد اللي قد المعلم بيقد حقه برضو يعني السيء يعني يعني مثلا انا دلوقتي راجل بدرس عشر مواد اه انا هعمل هبقى ازكى من الوزارة كمان اه اشتغل على خمسة وجب فيهم درجات زي الفل اه وروح داخل في النص التاني جاي بالخمسة التانية هو بص ده اه انا ليه بص حضراتك الحمد بي انا ليه نتيجة بتجيل بترباها التعليم ايوة ده جايب ده امتى ده جايب بعد ما الامتحان بتاع الملحق التكميلي حتى لو فل يوم ملحق حتى لو يوم ملحق ونجح فيه فالدرجات كلها بتجيلنا ايوة لما تجيه لك يا ليل ومكان بترشعه طبعا طبعا مايفرقش مايفرقش انه هو كان عنده مادتين يعني المجموع هو الاساس عندي الطالب جاب حتى لو جابه على مرحلتين الدور التاني عندي النتاج بتاع الدور التاني بتترشح وفقا للحد الادى المعلن يعني هنا الحالة دي الحالة دي هو هو عنده 86% من مجموعة من المواد فضلوا النص التاني يمتح عظيم جدا يعني لو جابت اي مجموع طبعا بيكون لحد الادى الطلع فهمت عليك بترشح وفقا لحد الادى المعلن مايفرقش طالب يظلم ايا تاني عظيم لا دور تاني ولا مرحل جزء من المادة كله اللي هجيب مجموعه هياخد مكانه حتى لو في الدور التاني حتى لو في الدور التاني حتى في الدور التاني ده قولا وحيدا مافيش كلام انا مهما كان الطالب انا ليه مجموع ليه مجموع انت ليه ضد مصطلح كلية القمة ما الطب بكلية القمة الهندسة كلية اعلام سياسة واقتصاد يقولك كده بحد بيقولي درقتش ماشي هو هو انا بتكلم على نفسي انا الكلام ده انا فهم انا بتكلم على نفسي انا انت كأب شايف ان القمة ان يكون ابني مستريح في كلية بكلية مستريح ويتفوق فيها ويتفوق فيها بس يعني ابني عقلية وقانونية يبقى طب القمة بتاعته بص يا حمد ايوة فهم بيفسر كتير جدا ابني عنده ميول اعلامية يبقى القمة بتاعته اعلام ابني عنده ميول طبية يبقى الكلية الاساس محدش قاله ايوة تمام كده طب انا افترض شاب يعني لسانه لطيف جدا في اللغات الاجنبية مولف عن اللغات الاجنبية يروح ألسل يروح أداب أخسر لغاية يبقى القمة بتاعته الألسل الألسل يعني انت اختار قمةك بنفسك بالضبط يعني هو النهاردة اما تفوق ويطلع مثلا يخش كلية اولا لو يكن اقسام لغات ومعها اللغة بويسة جدا هيفتغل في ايوم اكيان هو ده التفوق بتاعته المطالب حقوق يتفوق في كليته يعني مثلا يعني مثلا فجئت مثلا في كليات الزراعة شاب مثلا بيخشوا على التصنيع الزراعي تمام اللي هو التصنيع الغذائي تمام احنا في بعض التخصصات الجديدة داخلك لا تراها كويس جدا كويس وبالتالي والله بص يا حالي بقولك يا الزراعة ممكن بتوصل لدرجة الاولى ولا تانية بالزراعة عادة لا كلية الزراعة كلية الزراعة بتبقى مرحلة تانية برضو عشان بس نتكلم بحق يعني بكلية تانية مرحلة تانية برضو ما انت قد بالك مرحلة تانية ما انت احنا بتقيل المرحلة أقولها بكم في علوم 89 معايا فكلية دي كلها لها في المرحلة التانية عموما يعني بس طيب ناخد الأستاذ الدرية اتفضلي يا أستاذ الدرية ألو اتفضلي أين هو الأستاذ حمدي لو سمحت أنا ابني دبلوم صناية جاي بالـ 8% هيكون له حظ في التنسيق مع طلبة السنوية العامة أوكي أشكرك شكرا جزيلا حظ الدبلومات في السنوية العامة في تنسيق السنوية العامة لا التنسيق السنوية العامة مدفصلة عن مرحلة الدبلومات آه يعني الدبلومات لها تنسيق مستقلة عن شغال يعني لا لسه فند ما أنا قلت في بداية الحلقة إن إحنا عندنا كذا مرحلة عندنا شهادات عندنا شهادات سنوية العامة عندنا شهاد معادة عربية وأجنبية عندنا شهادات فنية عندنا مدارس سيستيم عندنا مدارس سينيل وها كذا بالنسبة للدبلومات الفنية بنعملهم مرحلة مستقلة لوحيدهم بس بنعملها مرحلة واحدة لأنهم نستند دوري التاني ولهم نسبة 10% من الأعداد برضو في الجامعات اه طبعا يعني متفوقين في الدبلوماات المتفوقين في الدبلوماات لهم 10% في كل جامعات يا فانت اه يعني لهم نصيف لهم نصيف يا فانت طب ده شيء بديعي جدا اه طبعا الدولة بص يا حمد بي ده دورية هنم بقى مفروض وبعدين احنا باديين السنة دي اول سنة نبدأ ب7 جامعات تكنولوجية يخش بداية دراساتها اللي هما يا فانت سبع جامعات تكنولوجية اه سبع جامعات سبع جامعات تكنولوجية يعني عايز تقول ايه حاوز يقول ان الدولة برضو عشان خاطر بالنسبة لأولادنا بتوعي الدبلوماات الفنية الدولة احنا عندنا يبقى عشر جامعات تكنولوجية ودعوم رامح حصل التكالي كده عشر اه ثلاثة من السنة اللي فاتت بقالهم ثلاثة سنين ثلاث سنة وسبعة اول سنة يبدأ بهم دراسة هذا العام تفرق تفرق كتير وبعدين برضو احنا بنبقى حاجزين اماكن اللي بالنسبة للطلاع بتوعي الدبلوماات الفنية يعني بالنسبة للجامعات التكنولوجية احنا بناخد منهم بالنسبة للجامعات دي بناخد عشرين الفنينهم طالب السنوية العامة وتمانين للدبلوماات يعني عكس عكس لان طالب السنوية العامة لهم اماكن كتير احنا عشان فرصهم كتيرة وعشان الجامعات وبدأي لهم كتير وبدأي لهم كتير وعشان الجماعات التكنولوجية دي كلها حاجات تطبيقية بمعنى ايه عندنا تكنولوجيا النسيك تكنولوجيا القهرباء تكنولوجيا الخسب تكنولوجيا السكر الحديد عندنا فيه تغاصب تكنولوجيا السلطان الزراعية تكنولوجيا السيارات التحدثية فطبعا ده المستقبل كل فعلمره ما حصل في التاريخ اول مرة العشرة دول يأخدوا قد يهي الطلبة لسه محتهدش العدد بس يأخد عدد كبير مش أولي يعني التلاتة كانوا يأخدوا كم الثلاثة كان بياخد حوالي مثلا لألف وخمسمائة يعني لو انت بنفس النسب بنفس النسب بنفس النسب العشرة يعني السبعة جداد في ألف وخمسمائة هناخد عدد كيواء هناخد عدد تبير جدا نص العشر تلاك تقريب وبالنسبة للجامعات التكنولوجية دي يعني ده المستعد شوف بقى دولت بقى 80% من الطلبة 80% من الطلبة الدبلومات و 20% من يخدم السنوة العامة عشان الجامعات التكنولوجية دي كلها عملي كلها دراسات تطبيقية وتطبيقية تطبيقية بنستفاد برضو بالطالب اللي يتعلم في خلال السنوات الدراسة بالنسبة للتعلم الفاني عشان ما تهدرش تعليمه عشان ما تهدرش تعليمه فبالتالي لو احنا بتكلم للأستاذة الدرية بنقول لها طمئني لكي 8 مقاعد من كل 10 في 10 جامعات تكنولوجية وبالتالي في مرحلة قصة بالدبلوم سوف تكون قريبا واللحظ برضو يا جماعة تابعوا اخبار المكتب التنسيق ان كل يوم فيه ايضاح وكل رسالة بتوصل وكل استفسار بيبقى عليه رد زي ما احنا عملنا النهاردة الخلاصة في النهاردة ايه واحد ان انت تكون هادئ العصب تقيم حوار منزلي محترم مع ابنك وحتى لو خاله او عمه موجود مفيش مانع اخته اللي بتفهم واللطيفة دي اللي هي مذكره وفي الجامعة تقعد معاك الحاجة تقعد عشان هي برضو عن نفسها تشوف ابنها في بتاع وفي الاخير لازم نصل للسيق هنفترض دلوقتي ان انت عايز تدخله طب اكتب كل الرغبات تمام عايز تدخله الصيدالة اكتب كل الرغبات عايز تدخله هندسة اكتب كل الرغبات اللي انا عجبني اوي في تعبيره استاذ سيد عطل نهاردة ان كلية القمة بتاعتك هي قمتك انت مش قمة العادية يعني مش الطب والهندسة واوة دي كلات فعلا لها مكانة حقيقية في المجتمع لكن انت اختار قمتك فلو انت راجل بتاع فنون جميلة يبقى قمتك كلية فنون جميلة لو انت بتاع اعلام او بتحب الاعلام يبقى كلية القمة بتاعتك هي الاعلام افترض ان بنية لطيفة جدا وشافت ان التمريد او العلاج الطبيعي هو المناسب له يبقى ده قمتها العلاج الطبيعي طبعا يبقى كل واحد يقف على قمته هو كده بالظبط ويبقى شاطر فيه اقتناص قمته اقتناص القمة والتفوق فيها والتفوق فيها ويبقى ربنا كرمو ويندي وانا احنا شفنا نمازج كتير جدا بهذه الطريقة صحيح حتى لا نضل الطريق للقمة القمة الحقيقية هي القمة التي تستطيع ان تنبخ وتتفوق فيها وتتفوق فيها ايضا ان احنا بنتكلم عن المرحلة الاولى لا حد ادنى لكن الحد الادنى لكلية المرحلة الاولى ويبدأ الفرز الرغبات وما الى ذلك الدقطة المهمة هيبقى فيه مرحلة تانية ومرحلة تالتة مظبوط وبعدها المرحلة التالتة برضو احنا بعد المرحلة التانية بتبقى مجموعة عدد من الطلبة وبنستنى نتيجة الدور التاني يعني هناخد مثلا يعني اولى والتانية معاديين خلاص عدوا اولى والتانية لسه هتعاد لا ما صوتش يعني الاولى والتانية بتعدي نيجي في المرحلة التالتة ناخد بقيت ناجحين من الدور الاول عظيم وأنا بأتأمن برضو الطلبة بتاع الدور التاني إنت بتطرش حوق اللي مجموعة يعني كان يعني هو الدور التاني مش بطحة ده مش بطحة خالص يعني ما تأثرش عليه ما تأثرش عليه يعني لو هو في الدور التاني وربنا تكرمه وجاب مجموعة طب يخش يخش طب قولة موحيدة يعني الدور التاني ده ما بقاش اسمه مولحق خالص ولا يعيبك في شيء ما هقول لحضرتك على حاجة برضو في طلبة أجليلة مواد مزاجها يعني وفي طلبة عندهم مولحق فأنت هتاخد حقك هو مجموعك اللي بيدي لك حقك يا أخي ده النهاردة أنا مبسوط جدا وبتاع الدبلوم عنده فرص بتاع التفوق عنده فرص بتاع المعادلة عنده فرص الإنجليزي في المعادلة عنده فرص العربي في المعادلة عنده فرص وكل دي نسب مارنة تزيد وتنقص بالعكس ده أنا مش هتقل عن 5% هنا وهنا المهم كمان الجامعات التكنولوجية وده أجمل خبر أنا سمعته إن 80% منها لطلاب الدبلومات ده أنت بتفتح ده أنت بتفتح توجهات الرئاسية أمورها ما حصلت في تاريخ وزارة التعليم العالي إن أنا أبدأ بسبب جامعات مرة واحدة أمورها ما حصلت في التاريخ يعني سبع جامعات تكنولوجية بتكلفهم طبعا من كالفير الدولة يعني مبالغ طائلة يعني ما شاء الله عامة آخر جملة هيقولها الأستاذ المقدر والمعتبر السيد عبدالله عطى رئيس قطاع التعليم العالي وزارة التعليم العالي والمشرف على عمل التنسيق آخر جملة لولادك وأنا أقولها وقررها مرة واثنين ركز في كتاب طرقاتك كويس يعني أنت أقول لحضرتك عاوز تخش تقول طب اكتب كل كلات الطب عاوز تكتب بعدها تكتب كلات الأسنان اكتب كل كلات طب أسنان عاوز تكتب علاج طبيع اكتب علاج طبيع عاوز تكتب إعلام اكتب كل كلات الإعلام عاوز تكتب إقتصاد الإعلام السياسية اكتب كل قطار ولمسي يا سيدي عشان ما تندمش عشان ما تندمش عشان ما حدش يزعل مننا تاني لان انت لو تنزلت عن مكانك فانت اللي بتنزل عنه والحد تاني دخل وأنا مقدرش تطلع وطالب من مكانه فاحنا في قليل الفترة دي من هنا على عندي يوم لتنين عدل رغباتك كمان زي ما انت عاوز براحتك خالص كل الشكر للاستاذ السيد عبدالله عطر رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي ونشرف على عمال مكتب التنسيق وأترككم في رعاية الله وأمنه وتصبح العب